ورشاة كثيرة تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه الرئاسة نهاية 2019 أكبر الرهانات صياغة دستور يحمي التدول على السلطة ووضع آليات لإدارة مؤسسات الدولة بشكل جديد نحن نعرف بأن الدستير الجزائرية ومنذ دستور 1963 إلى غاية دستور 2016 تميزت بأنها دستير أزمة فكل رئيس للجزائر المستقلة إلا وجاء بدستوري دستور 89 الجزائري كان متوازنا إلى حد كبير خصوصا فيما يتعلق بالتوازن الموجود بين طرفي السلطة التنفيذية والتي هم رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة ولكن بعد دستور 96 وتحديدا بعد تعديل 2008 فنلاحظ أن تعديل 2008 أحدث اختلالا كبيرا في المنظومة العامة التي يترتكز عليها كل دستير الحديثة لجنة الخبراء التي وضعت بعد شهرين من العمل تقريرها الأولية على طاولة الرئيس تزامن معها فتح مسار التشاور الواسع مع شخصيات وطنية وحزبية رئيس الجمهورية صرح للحمل الانتخابية وبعد انتخابه رئيس الجمهورية بأن من أولوياته الأولى هي مراجعة وستعمل كلمة مراجعة ولم يستعمل تعديل أو تغيير مراجعة معناها أنها تغيير جزئي استشارة واسعة مع كافة الفاعلين السياسيين والأكاديميين وطراف المجتمع المدني والحركات الجمعوية كلها تشارك في عدد هذه الوثيقة حتى أنها تحصل على الإجماع الانفتاح على جميع وجهات النظري لرسم ملامح دستور جديد خطوة غير منفصلة عن آليات التطبيق الفعلي لأحكام الدستور مستقبلا كل دستير الجزائرية دستير متقدمة جدا من ناحية نصوص القانونية الإشكال في عدم التطبيق كما تفضلت يرجع ذلك إلى تغيير السلطة التنفيذية هذا القالب الذي وضع فيها التعديل الدستوري مهم ومعبر وصريح ومباشر والغبار عليه ندير دستور توافقي أو مراجعة عميقة يوافق عليها الشعب عن قناعه بجميع فئاته وبالتالي تصبح هذه الوثيقة له دستور وثيقة للأجيال الماضية والحاضرة والمستقبلية دستور جديد بفلسفة تسير مستحدثة جوهر ما رافع لأجله رئيس الجمهورية منذ وصوله قصر المرادية الغاية بناء جزائر مؤسسات لا أشخاص والتجسيد قطيعة مع الممارسات السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر